سلام عليكم ازايكم كلنا عارفين ان في انواع كثيرة جدا من الاضاءة زي softbox او انواع اخرى من الاضاءة بيستخدمها المحترفين في تسجيل الفيديوهات او التقاط الصور زي مثلا led light او key led light بمعنى اضاق ده سعره ممكن يقارب حوالي الالفين او التلات تلاف جنيه او ممكن اكتر بكتير كمان ففي الفيديو ده باذن الله هقولك ان انت ازاي تقدر تحول ال softbox بتاعك ايه العادي اسكنت ان انت عاملوا بايدك او انت مشتري softbox عادي لاضاءة احترافية سعرها ما يقارب حوالي الالفين او التلات تلاف جنيه ايه المميزات اللي انت هتخدها تقدر باختصار شديد ان انت تعليل اضاءة تغير درجة الحرارة اسكن كده او كده او كده او كده زي ما انت عايز او ان انت تغير اللون خالص او ان انت مثلا تحط الوان اخرى ده الاحمر مثلا او الازرق افتراضا ده اللي هتكلم عني عشان ما اطولش عليكم اكثر من كده يلا بينا للشرح خلينا نخوش في الموضوع على طول فيه نوع اضاءة مشهور جدا بيستخدمه اغلب المصورين المحترفين وكمان الهواء وهو جودوكس جودوكس يعتبر دي الشركة من ضمن شركات كتيرة جدا بس جودوكس افضلهم ويعتبر اشهرهم في المجال ده جودوكس بتقدم نوع من انواع السوفت بوكس بس مختلف شوية تحس ان هو مختلف عن بقية الاضاءات التانية تحس ان هو مثلا عباره عن جهاز كده اسود زي ما تشايف في الصورة وطبعا ده بيبقى لد ما معا اضاءك هو بيخرجلك اضاءة لد بس الفرق ان انت بتقدر تتحكم في درجة الاضاءة دي اتكونت مثلا حابب تخليها قوية او ضعيفة او مثلا حابب انت تتحكم في الكلفن خاص بالاضاءة بمعنى انت حابيت تخليها مثلا يعني قلب على صفر او ذات احمرار او مثلا ابيض تلجي فالكلام ده كله عشان انت تقدر تجيبه طبعا هو ليه مميزات اخرى وليه شغل اخر هتكلم عنه باذن الله في الفيديو ده بس الليلة دي كلها عشان انت تقدر تجيبها سعرها ممكن لا يبقل عن الفين جنيه وطبعا ده لو انت حابب ان انت تجيب يعني نوع او موديل كويس هو طبعا من شركة جودوتس بس هتكون موديل كويس حاجة مفهاش مشاكل اللي هو اصدار حديث مثلا عشان ما يسخنش معاك او شيء الليلة دي كلها طبعا انت هتجيبها ليه لاني باختصار شديد اللي يميز الجهاز ده عن السوفت بوكس العادي انه هو يعني زي ما تقول بيركب عليه انواع كتيرة من الهدس او الرؤوس الخاص بالسوفت بوكس على اساس ان انت تقدر تحتاجها في شغلك يعني بدل ما انت مثلا ان يكون الشكل التقليدي الخاص بالسوفت بوكس بتاعك العادي اللي هو مثلا كمثال المربع اللي هو مثلا حوالي اربعين في سبعين او خمسين في سبعين تقريبا لا ده بقى بيديك اشكال اخرى وخيارات افضل بكتير جدا واحسن بكتير جدا عشان تقدر ان انت تستخدم الاضاءة بتوزيع مظبوط يعني يديك الشكل او الاضاءة اللي انت عايزها فده الفرق ما بين السوفت بوكس العادي والجودوكس او اللي هو السوفت بوكس الاحترافي لو انت بقى مش محتاج الكلام ده والاغلب منها اللي بيصور فيديوهات مش محتاج الكلام ده اصلا او محتاج السوفت بوكس يعتبر عادي بس النقطة المهمة فيه وهو انه يتحكم في درجة الاضاءة بتاعته زي مثلا نقول الشركات الخاصة باللي هي بتقدم السوفت بوكس الاحترافي ده اللي هو المكنة اللي سعره ممكن توصل ل3000 جنيه او اكتر طب يعمل ايه فيه حل انا عملته ممتاز جدا ولا انا انصحك ان انت تتعمله ارخص بكتير على فكرة وهو ما يسمى بالسمارت ليد ايه اللي ده ده كمان باختصار شديد هي لمبة بس لمبة سمارت اللمبة بتاعتك تقدر تتحكم فيه اضاءة بتاعتك انت مثلا كان مساء لحبب الاضاءة عالية اذا هتجيب تليفونك هتفتح الابليكيشن او بيجي معها هرموت على حسب النوع انت هتجيبه يعني انا جبت لمبة سمارت على اساس له انا جبت المساعدة صوتي حتى اقدر اتحكم فيه عن درجة صوت بس انا تجنبت المساعدة الصوتي خالص للمشاكل ممكن اتكلم عنها قدام بس طبعا انا دلوقتي بستخدم اللي هو السمارت فون او الموبايل على اساس ان انا اقدر اتحكم فيه درجة الاضاءة الخاصة باللمبة بالحرارة بتاعتها كمان وعشان ما اطولش عليكم خلينا دلوقتي نبص بص على السوفت بوكس وقال لكم ازاي النظام ده بيشتغل وازاي انت تعمل زيه يلا بينا معلش انتم ممكن تشوفوا عندي الاضاءة ضربت شوية بسبب ان انا يعني ضرب السوفت بوكس في العدسة فبالتالي بيقال عندي التباين يعني طيب عموما دلوقتي زي ما انت شايفين ان ده سوفت بوكس سوفت بوكس عادي جدا زي اي سوفت بوكس انت تقدر تشتريه او سوفت بوكس انت عامله بايدك تمام فطبعا دلوقتي اللي احنا احنا فتحنا الغطب بتاعه سوفت بوكس ده هيكون بداخله لمبة واحدة فقط اللمبة دي هي السمارت هتلاقيها لمبة عادية جدا زي اي لمبة ليد موجودة في السوق بس الفرق ان دي ان انا اقدر اتحكم فيها عن طريق التليفون اقدر اخليها باكتر من لون بمعنى اضافة ان انا جيت حطتها تاني وطبعا زي ما انت شايفين ان انا سوفت بوكس عندي اربع فتحات او اربع لمبة اقدر ان انا اجيب لمبة زيها تاني وحطها عندي لما انا حبيت ان تكون الاضاءة عندي جديدة او انا حاس الاضاءة اللي بتطلعها ضعيفة رغم ان هو مش كده اطلاقا لمبة واحدة عندي اكتر من كافية بس طبعا انت تلاقي عندك بقى لمبة تسع واط اه خمسة واط اه اتناشر واط فانت شوف اللي انت عايزه ايه من السمارت لدي او اللي هي اللومات الليدي دي اللي هي السمارت وبعد كده تقدر ان انت تركبها عن طريق تليفون زي ما انت شايفين طبعا البرنامج اللي بيجي مع اللمبة نفسها اقدر انها اتحكم في الاضاءة افتراضا دلوقتي انا حابب ان انا اعليها هتعلم عايز ان شايفين حابب ان انا اخليها نص نص تمام قبل منظر ده حابب ان انا اخليها تلجي هتلاقي عندك ان هو اللون ابيض فائع قوي حابب ان انا اخليها دافية هتحس ان هي بقت ايه بتتحول الاصفر معك تدريج بص اقدر ان انا اتحكم زي ما انا عايز زي ما تشايف بص اقدر ان انا اعليه زي ما انت شايف طبعا هنا بقى بيديني انواع اخرى كمسار انا حابب ان انا اغيره اللون لون واحد محدد افتراضا زي مثلا اللي هو الازرق ده للاضاءة قوي تمام اه اقدر مثلا ان اخليه احمر تمام هو بالمنظر ده احمر لا ده احمر اه ده احمر كده تمام اقدر اخليه اخضر بيديني انماط اخرى زي مثلا انماط القراءة تمام لو انا حبيت مثلا اعمل نمط اللي هو يعني يبقى ما بين الاصبير وا بين البيض ده يعني زي ما هو بيبقى موجود في بعض المحلات او بعض الاماكن العامة اقضر اعمل نمط الالوفير عندداء تعليق Bagimi تمام زي ما انتشاه بيبقى فيه انماط جاهزة حرفيا اقدر ان انا اختار ما بينها زي ما انتشايف ان هو الكلارز ده فيه انماط اخرى متحركة اني تتخلي عندك اللمبة بتتغير مع الوقت فيه نماط اخر برضو اسمه ميوزيك باقتصار شديد الميوزيك ده انا ممكن اشغل عندي مثلا صورة او حاجة او مثلا انا اتكلم في الميكروفون ويتغير معي زي ما انتشايف يعني انا بتتكلم دلوقتي في الميكروفون الخاص بالتليفون او مثلا مشغل ميوزيكه على تليفون وهو الاضاءة بتتغير اوتوماتيك لما لا بقى اتكلم فهنا تقدر ان انت تتحكم في انماط كتيرة جدا اسكن الكلار لو انت حبيت ان انت مسيكون عندك اضاءات كتيرة جدا زي ما انت شايف او ان انت تختار نمط محدد منه الانماط الكتير اللي هو بيدهلك ان انت مثلا اني حبيت نمط ان هو يغير معك اضاءة كل شوية اوتوماتيك لوحده او ان انا خليه يغير بشكل كده ايه يعني ناعم لا فيه واحد هنا بيغير اللي هو الصوفت اه اللي هو ده بيغير معك الاضاءة بشكل ناعم شوية فهمني زي ما انت شايف بس فحقيقي يعني هو استثمار ممتاز جدا لو انت حبيت تجيب يعني اضاءة زي دي بعد ما رجعنا بكل حاجة زي ما كانت خمي دلوقتي اقولك على نقطة مهمة وهو اللمبة دي هتلاقيها عندك في السوق المصري او السوق العربي بشكل عام اللمبة دي متوفرة في كل مكان لو انت دخلت عندك على امازون او نون او اي مكان عندك بيبيع المنتجات في الوطن العربي وبشكل خاص مصر اكتب عندك في صندوق البحث لمبة زكية هتلاقيها هتلاقي انواع كتيرة جدا سعرها تروح ما بين الربعمية لسبعمائة جيني مصري طبعا اللمبة دي اللي هي يعني سعرها ربعمية لسبعمائة جيني مصري دي اللي انت بتقدر تحكم فيها عن طريق المساعدة الصوتي او عن طريق تليفون فلو سعرها غالي عليك ومكلف جدا بالنسبة لك بتقدر ان انت تجيب لمبة كده محندقة انا شفتها على امازون سعرها عامل حوالي 150 جنيه اللمبة دي طبعا تقدر ان انت تتحكم فيها برضو عن طريق ان انت تزود الاضاءة توطيها تغير الالوان طبعا عشان هي جاي برموت فالالوان هتكون سبتة كمثل احمر ازرع هتكون ازرع وخلافه طبعا فيها اللون الابيض اكيد وانت تقدر تحكم في درجة الاضاءة الخاصة بالابيض اتكون تتخليها مثلا اضاءة عالية او اضاءة منخفضة وده اللي احنا محتاجين وده المهم في التصوير يعني انت مش محتاج الوان اخرى عكس ان انت تجيب لمبة تقدر تحكم في الاضاءة بتاعتها اسكات عالية او واطية عشان تقدر ان انت تطلع الاضاءة المزبوطة في المحيط ان انت بتسجل فيه عشان ما تكونش الاضاءة عالية جدا انت بتستخدم اضاءة عالية جدا الاضاءة تلسع في الوجش او تلسع على الجلب فبالتالي الصورة هتطلع سيئة اول اضاءة هتكون منخفضة جدا يعني تبوض لك الصورة خالص فاحنا محتاجين حاجة نتحكم فيها وده ارخص طريقة ان انت تقدر تعمل اضاءة تقدر تتحكم فيها وبس خلص وكده اكون خلصتي الفيديو لو عجبك الفيديو اتمنى بقى ان انت ما تنسى اشترك اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واهم من كل ده الشير يعني خير الناس انفع للناس فاتمنى تتعمل شير عشان تفيد غيرك وتفيدني انا كمان كده يكون خلص الفيديو اشككم على الخير بقى بإذن الله الفيديو الجاي ولو سلطل النقطة دي اتمنى ان تقولي تحت في التعليقات وبس خلاص تقدر تابعيني على كل شبكات الاجتماعيين الموجودة بتاعتي على الرابط في الواصل شككم على الخير بإذن الله الفيديو الجاي مع السلامة